السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولاد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن عواقب الظلم وضرورة العدل يقول نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ربنا عز وشل حرم على الإنسانية الظلم حرمه بكل صوره وأشكاله وأدان أسبابه وأدان آلياته وحذرنا جل جلاله من آثاره وتداعيته فالظلم هو أنواع كثيرة أخطرها هو ظلم الإنسان لربه كيف يظلم الإنسان ربه بأن يشرك به أو يكفر بالله تعالى أو يلحد في وجوده هذا أخطر أنواع الظلم الإنسان يظلم ربه وقد خلقه وصوره وسخر له كل ما في الكون فأعظم أنواع الظلم هو ظلم الكافرين كما قال ربنا عز وجل والكافرون هم الظالمون أو أنه يعترف بوجود الله لكنه يشرك في عبادته ويبتغي من يقدم لهم الولاء والطاعة لمعونته وهذا الشرك وربنا عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم هذا أول أنواع الظلم ظلم الإنسان لربه وثاني أنواع الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه كيف يظلم الإنسان نفسه أنه يحيد بها عن طريق الله وقد أمره عز وجل بأن يسير في طريق الهدى لكن الإنسان يؤثر الشهوات ويؤثر الملدات ويقع في الدنوب والسيئات ويهمل الواجبات فهذا ظلم إنسان يظلم نفسه لأنه لا يحصل على حسنات كل رصيده سيئات ودنوب وجرائم وهذا يعذب والعيد بالله في الدار الآخرة لهذا قال الله جل شأنه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إنسان يظلم نفسه ثم النوع الثالث من أنواع الظلم بعد ظلم الإنسان لربه وظلم الإنسان لنفسه ظلم الإنسان لغيره وهذا كثير الناس يظلمون بعضهم بعضا قد يكون ظلم الناس إما بأكل أموالهم بالبطل هذا ظلم وقد يكون من الظلم الشتم والاستطالة على الضعفاء وظلمهم بالضرب والتعدي هذا ظلم وقد يكون بالطعن من الخلف وقد يكون بأنواع الاعتداء المتعددة يظلم القوي الضعيفة ويؤديه وقد يسفك دمه وقد يشرده وقد يفعل به ما يشاء فالظلم أنواع كثيرة لهذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه فقال جل جلاله في حديثه القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الله تعالى حرم الظلم والعدوان وأرسى قواعد العدل والنفس أن يكون هناك عدل وأن يكون هناك خير بين البشر فربنا عز وجل وهو الخالق وهو المدبر وهو الحاكم وهو صاحب الأمر حرم على نفسه الظلم تصور الله تعالى الذي هو الخالق هو المدبر هو صاحب الأمر ومع ذلك حرم على نفسه الظلم وأنت أيها الإنسان ألا تريد أن تحرم الظلم على نفسك قد يظلم الإنسان أخاه قد تكون هناك مؤسسات قد تكون هناك مجتمعات قد تكون هناك منظمات قد تكون هناك دول بعضها يظلم بعضا الله عز وجل قال وما الله يريد ظلما للعباد أبدا ربك لا يظلم العباد حتى قال وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد بعض الناس استطالوا على الدات الإلهية وقالوا إن الله تعالى يظلم العبيد الله يظلم فقالوا ألم تسمعوا إلى قوله وأما أنا بظلام للعبيد قال أي نعم هو ليس بظلام لكنه يظلم هذه الصغة مبالغة على وزن فعال فأنزل الله تعالى نفي هذه الاتهمة تهموا رب جل جل بالظلم فقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال درة مثقال درة ربك عز وجل بعيد كل البعد عن الظلم وما الله يريد ظلم للعباد فأول من حرم الظلم عن نفسه هو الله تعالى ثم حرم الله الظلم على عباده وحضرنا من الوقوع فيه وأخبرنا بأن للظلم عواقب وخيمة وله آثار مدمرة في الدنيا أولا ثم في القبر والمحشر ثم في الدار الآخرة الحياة طويلة الحياة لست فقط هنا في هذه الدنيا القصيرة لا تزال حياتنا خالدة ننتقل من عالم إلى عالم ومن مقام إلى مقام فربنا عز وجل يحكي عن الظالمين كيف أنهم يوم القيامة يكونون بين يديه ثم يعذبهم العذاب الأليم ماذا قال عنهم؟ قال وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاهُ ربنا يأخذ الظالمين لأنه يوم القيامة ينصب محاكم المحكمة الأولى فيها غرف مثل ولله المثل الأعلى كالمحكمة فيها مجموعة الغرف أول غرفة من المحاكمة الإلهية هو خاصة بالدماء الناس الذين يسفكون الدماء ويقتلون الأرواح ربنا يعاقبهم يأتي القاتل ويأتي المقتول وفيه دم ويقول يا رب هذا قاتلني فاسأله لما ثم هناك غرفة أخرى تسمى غرفة الفروج الفروج يعني العلاقات الجنسية أي علاقة ينبغي أن تكون على سنة الله ورسوله إنسان لا يقرى بهذا المجال إلا على طهارة وإذا أخطأ ووقع فإنه يستغفر ربه ويتوب إليه أما من يقع في هذا الأمر في المحرمات ويقع في هتك الأعراض أو يقع في العلاقات التي شاذ محرمة كل هذا يحسب يسمى محكمة الفروج ثم المحكمة الثالثة محكمة الأموال محكمة الأموال الذين يسرقون أموال الآخرين قد يكون المال عبارة عن دراهم ودنانير وقد يكون المال عبارة عن متاع وقد يكون المال عبارة عن عقار وقد يكون عبارة عن أرض تصور أن يوم القيامة الإنسان ما سرقه من أموال ومتاع يحمله فوق ظهره ويجره وأخطرهم من سرق الأرض يجر أرضا طويلة عارضة ويقول يا ربي أنا فعلت كذا وكذا ويقول المظلوم ربي انظر ماذا فعل بي الله تعالى يقول وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع يعني الظالم ربما قد يكون في الدنيا يده طويلة وعنده شفعاء وعنده من يسانده وعنده من يأخذ بيده وعنده من يدافع عنه ممكن في الدنيا لكن في الآخرة ليس هناك ترجمان بينك وبين الله تعالى ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إن مسؤول كل ظالم يقف بينه وبين الله تعالى مباشرة ليس دونه ترجمان فيقول وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع ثم قال وما للظالمين من نصير ليس هناك نصرة ليس هناك دفاع ليس هناك محامات ليس هناك منظمات تدافع عنك فهذا الظالم هكذا مصيره فربنا عز وجل جعل هذا المبدأ ديال تحريم الظلم وإقرار العدل وإرساء قواعد العدل أساس من أساسيات الحياة حتى إن النبي المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وسلم لطالما في حياته كان دائما يوصي صحابته ويوصي أمته بالعدل الأمر الأهم بعد العقيدة الذي كان يوصي به النبي الكريم هو إقرار العدل ونبدو الظلم والأحاديث في ذلك كثير جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يودع بأيام معدودات لما كان في فوق جبل عرفة ويخطب في الناس ويقول أيها الناس لعلي لا أراكم بعد عام هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد كان يوصي بأصول الدين وقواعد الدين ومن الأمور التي نبه عليها هو التحذير من الظلم والعدوان فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد قالها ثلاثا ثم قال ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض مخافة أن يعود هناك الصراع لماذا حرم الدين الإسلامي من خلال الكتاب المعظم والسنة المطهرة لماذا حرم هذا الظلم لأنه يعلم علم اليقين بأن الظلم إذا انتشر بين المجتمع وبين أفراده فإنه يخلق الفوضى ويزرع الأحقاد والبغضاء ويولد المشاحنات بين الناس فتاريخ البشرية يؤكد أن الظلم ما ظهر بين قوم إلا كان سببا في هلاكهم وفي تعجيل العقوبة عليهم اقرأوا التاريخ إنه بين أيدينا اقرأوا محطات كثير من التاريخ كل بلد أو كل دولة أو كل إمبراطورية أو كل مجتمع أو كل كيان كان يظلم فإن عاقبته إلى الزوال والعياد بالله يقول حق عز وجل في كتابه العزيز وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والعياد بالله تعالى طلب الله السلام والعافية ولهذا ربنا عز وجل حذرنا من دعوة المظلوم دعوة المظلوم دعوة مستجابة لأن المظلوم لا يملك أي شيء لا يملك وسيلة من وسائل الدفاع عن نفسه ما عنده لا قوة ولا عنده لا مال وما عنده السلطان ولا جاه ماذا يملك المظلوم لا يملك إلا الدعاء والدعاء هو سلاح المؤمن ودعوة المظلوم يفتح الله لأبواب السماء ويرفعها فوق الغمام وقد قال عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين المظلوم حينما يبكي المظلوم حينما يتألم يقول له الحق عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لهذا سيدنا النبي قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن يوم القيامة سيكون هناك هناك الحساب لكل شيء حتى حتى البهائم البهائم إذا ظلم بعضها بعضا فإن الله ينتقم من أشيات أو الكبش الأملح الذي يقوم بضرب ونطح أشيات الضعيفة وغير من الحيوانات كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء شاة قرناء كبش أقرن يضرب الشاة جلحاء ضعيفة حتى هذه الله تعالى يقتص منها فالباقا فالباغي الظلم ربنا ينتقم منه في الدنيا أولا ثم ينتقم منه في الآخرة ونسأل الله السلام والعافية هذا الظلم هو خطير على كل شيء خطير على النفس وخطير على المجتمع خطير على الممتلكات وخطير على العمران ابن خلدون الفيلسوف المسلم مؤسس علم الاجتماع كان يقول إن الظلم مؤذن بخراب العمران إن الظلم مؤذن بخراب العمران حيثما كان هناك الظلم يكون هناك خراب وحيثما رأيت الخراب اعلم بأن هذا كان فيه ظلم لأن الظلم هو يمس بمقومة الحياة الإنسانية ويؤدي إلى ضمار المجتمعات وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضر منه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فعلينا أن نحضر أيها الأحباب الكرام من الظلم لأنه إذا انتشر في المجتمع وسادت شريعة الغاب تصور أنه المفروض أن المجتمعات يسدها الأمان ويسده السلام وإذا وقع هناك ظلم يكون هناك القانون فوق الجميع يحمي القانون يكون فيه العذالة وأنه لا يحاب إلى هذا ولدك لكن تصور معي إذا غاب القانون وغابت العدالة وبقي الظلم ماذا سيبقى في المجتمع خراب وضرام ودمار وتنتشر الشريعة الغاب القوي يأكل الضعيف ومن ثم ستسود ثقافة الخوف ويسود هناك ثقافة الهلع والعياد بالله الناس يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أسرهم وعلى ممتلكاتهم للأسف هؤلاء الظالمين على قدر ظلمهم على قدر ما يتتحجر قلوبهم لأن الإنسان وفي الحقيقة هو مجرد قلب الإنسان قل لي ما هو قلبك أقول لك من أنت على قدر قلب المؤمن وقلب الإنسان يكون المعاملة فالناس الظالمون للأسف عندهم قلوب كالحشارة أو هي أشد من ذلك لأنهم لا يخشون حتى الله الظالمين على الأقل يراقبون بأن هناك إله ينظر إلينا ويسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء أمرنا على الأقل الإنسان إذا لم يخشى الناس ولم يخشى القانون يخشى الله على الأقل لكن الظالم قلبه صار أشد قسوة من الحجارة فلم يعد يخف من أي شيء تغره سلطته وتغره سطوته ويرى بأن الناس حشرات لا قيمة لهم لهذا الله تعالى قال لنبي أن القوي الحقيقي هو الله وما عداه ضعفاء كما قال سبحانه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله الشديد العذاب الله تعالى القوة له سبحانه وتعالى فالظالم إذا كان دا صولة وجولة في الدنيا فالله تعالى يمهله لكن لا يهمله فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يملي يتركه على حاله لكن إذا أخذه أخذه أخذ شديد مقتدر ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ربك يمهل ولا يهمل لكن إذا أخذ القرية أو البلدة أو الدولة أو المنظمة أو الإنسان وهذا وظالم أخذه أليم الشديد والعياد بالله بل من سنن الله تعالى في عباده أنه سوف يسوق الظالمين إلى مهالكهم بسبب ما كسبت أيديهم وسوف يرون عذابا أليما لأن الله تعالى في الدنيا يدفع الظالم الثمن إذا أراد به خيرا دفعه الثمن في الدنيا حتى يتوب أما إذا أراد به شرا تركه على حاله حتى إذا أخذه لم يفلته فربنا يقول عن الظالمين الذين ممكن نلتمس فيهم الثوبة يقول ولنضيقنهم من العذاب الأدنى ذون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون يا ما رأينا ظالمين ولكن ظهرت عليهم الأمراض وظهرت عليهم الابتلاءات هؤلاء ربنا أراد بهم خيرا أرادهم أن يندموا وأرادهم أن يتوبوا وأرادهم أن يرجعوا ولنضيقنهم من العذاب الأدنى ذون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أما من تركه على حاله فهذا والعياد بالله عنده سوء الخاثمة فكما العذاب ينزل على الأفراد كذلك ينزل على المجتمعات وحينما يعدب الله المجتمع أو الدولة أو المنظمة فإنه يغيره بقوم آخرين ويسمى بقانون الاستبدال يستبدل قوما آخرين وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ربنا ينشئ قوما آخرين يذهب يذهب هؤلاء يموت الجميع لأن بعد كل مئة سنة يتغير كل من فوق الأرض كل مئة سنة لا يبقى فوق الأرض من نفسه منفوسة يأتي أقوام آخرين فينشئ بعدها قوما آخرين أما الذين يصبرون والذين لا يظلمون والذين يسعون في الخير إحسانا ولا يبتغون فسدع فهؤلاء ربنا وعدهم بالنور سوف يعطيهم النور يوم القيامة نور عظيم مبارك أينما حلوا وارتحلوا إلا وكان معهم هذا النور أما الظالمون والعياد بالله ربنا يعطيهم ظلم على ظلم المؤمنون قال عنهم ربنا عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار الصابرون والمحسنون والذين يسعون إلى إرساء قواعد العدل والذين يسعون إلى إرساء قواعد العيش الآمن والذين يسعون إلى أن يكون الناس إخوة هؤلاء ربنا وعدهم بالنور يسير في الآخرة وعندهم نور يسبقهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أما الظالمون فإنهم يتخبطون في ظلمات ظلمهم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وربنا قال ولا تحسبن لله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قد يقول قائل ربما نرى الحروب ونرى الضمار ورنى الظلم وأين الله أين تدخل الإله ربك عز وجل قوي وهو سبحانه وتعالى ناظر كيف تصنعون ومن أراد الله بخيراً حاسبه في الدنيا ومن أراد به الله شراً تركه على حاله حتى يوم القيامة وأنا داك سوف يكون الحساب الشديد لا تظن بأن الله غافل الله معنا ويمسك السماوات والأرض أن تزول ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هذا اليوم هو والعياد بالله فيه سوء العقبة أن الطريق من عالم المحشر إلى عالم الجنة الناس يمرون على صراط ذلك الصراط هو أرق من الشعر وأحد من السيف تحته مقاليع تأخذ صاحبها إلى نار جهنم والعياد بالله فربنا يصور نهاد المشهد فيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية كل الناس سوف يمرون على الصراط نحن جميعاً نقول إهدنا الصراط المستقيم هو الصراط ما هو؟ هو طريق جسر ما بين أرض المحشر والجنة جسر متصل على مد البصر طويل ورقيق شداً أرق من الشعر وأحد من السيف وتحته نار فيها مقاليع تجذب الناس كل البشر يمرون عليها حتى الأنبياء وحتى المرسلين وحتى الأولياء والصالحين الكل يمر وإن منكم إلا واردها هناك من يمر يمشي على قدميه هناك من يزعف على بطنه هناك من يجري هناك من يسير سير البرق الخاطف الكل يمر ومن نجى فقد نجى ومن كان ظالماً تأخذه المقاليع وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هجتية الظالمين مقامهم هو تلك النيران والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من عقوبة الدند وحذرنا من شدة عذاب لصاحبه وأمرنا بأن نتخلص من الظلم ما استطعنا كان يقول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم لي عنده شي حاجة للناس يعطيها لهم الآن لي عنده شي ضل مظلمة إما عرض كلام في أعراض الناس أو كان هناك مال دينار أو درهم ليعطيه اليوم وإن كان له عمل صالح سيأخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ هو من سيئاتهم فحمل عليها والعياد بالله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العدل ويرزقنا وإياكم الإصلاح ويرزقنا وإياكم فعل الخيرات ويحفظنا وإياكم من الظلم ظاهره وبطنه الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم يا رب اختم لنا بالحسن اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله